بين بغداد وعواصم العالم عربية كانت أم غربية هنا العاصمة التي غابت كثيرا عن اهتمام أقلام الصحفيين بما يبدي كلمات غير متوقعة تضعها في أوج بناء المصالحات مع العرب وفتح أبواب التواصل وما تركته قمة بغداد من أثر إيجابي حيث الابتسامة التي رسمها رئيس الحكومة على وجوه قادة العرب مرحبا بهم في بغداد موحدا بينهم بما يجعل التصافح والتلاحم فيمة اللقاء التاريخي الصحافة السعودية لم تترك الأمر دون اهتمام بل نشر كتابها في الشرق الأوسط السعودية ما يثبت للعالم أن العراق التي مر عليها أهود من السياسات كان بعضها محجم عن دبلوماسية التواصل والترحاب والهدوء والتي لم ترسم بغداد في قديمها كما كانت جامعة لكل أقطاب القيادات لكن الكاظمي بحسب الصحافة العربية والعالمية فعلها وأعاد نهج العراقيين في السلام والمحبة بين ومع الجميع تبادل الكاظمي التهاني مع العاهل الأردني وكذلك فعل مع الرئيس السيسي تقول الصحافة أن لسان الكاظمي قال له ابتسم أنت في بغداد عاصمة تحاول العودة إلى شعبها وقد حققت بالقمة ما ينهي زمن الفوضى والحروب والفراق رسالة جذرت في العقل الباطن والسياسة الواضحة لدرجل الدبلوماسية الذي يحلم أحلام عادية كأي عراقية في أن يصنع اليوم عهداً لبغداد قد يحولها لمنطلق مصالحة عربية كبرى بعد أن حملت في طيات سنينها قديماً دعوات للخصام أو قطع العلاقات بحسب صحفيين عرب وتلك لم تكن لغة العراقيين بل لغة نهج ونفوذ أو قل إنه نهج لا يخدم العراق لكن أول الغيث القطرة أمطرها الكاظمي ورئيس الجمهورية كذلك بتكتيك مدروس ومطلوب منذ زمن يحيي رسالة بغداد الحقيقية منذ فجر التاريخ ترجمة نانسي قنقر